هذا ما نعتقده بأهل البيت أطباء حلى لي مشاكل أقول له يا علي اجفني أنت طبيبي اجفني بما أعطاك الله من قدرة وين الشرك اللي فيها صدقوني لا شرك ولا كفر ولا إلحاد ولا جحود المشكلة فيها أنك بذلك تكون قريبا من علي بن أبي طالب وهذا يقض مضاجع الشرذمة التكفيرية الموجودة بين المسلمين هذه مشكلتهم مشكلتهم أنهم يوم الأربعين يسمعون الناس بالملايين ينادون يا حسين فتهتز عروشهم الخاوية مشكلتهم أنهم عندما يرون في النجف الشيعة حول ضريح الأمير وهم ينادون علي بن أبي طالب معناها علي بن أبي طالب ما زال حيا هذه مصيبة المصائب المفترض علي انتهى لا ما انتهى علي بن أبي طالب